جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أخونا ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة الربعية؟ ولقد سمعت أن الرسول قصر في ثلاثة أميال وهو يرى أشراف المدينة وهناك من يقول بثمانين كيلو فما فوق ما هو الأمر الصحيح؟ وما هي أقل مسافة تقصر فيها الصلاة؟ جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مربتم في العرض فليس عليكم دناهم أن تقصروا من الصلاة فعلق يواز القصر بالسفة وهو الضرب في العرض والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فإنه يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها وأما المسافة محل خلاف بين أهل العلم والذي عليه الفتوى في هذه البلاد أن المسافة تقدر بثمانين كيلو فأكثر وهي مسيرة يومين للراحلة مسيرة يومين للراحلة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم فحدد صلى الله عليه وسلم السفر الذي يشترط له المحرم لمسيرة يومين يعني مرحلتين للراحلة لمشي الأقدام والنبيب الأحمال في ذلك الوقت وقد قدرت هذه المسافة لمسيرة ثمانين كيلو يعني كل مرحلة أربعون كيلو هذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد وهناك من يرى أن المسافة ثلاثة أيام للراحلة ومنهم من يرى أنها يوم وليلة ومنهم من يرى أن مطلق السفر ما يسمى سفرا ويوخذ له الزاد والمزاد فإنه يترخص فيه بالصيام والإفطار وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين فعلى كل حال العمر كما ذكرنا المفتابه والذي جرى عليه العمل في هذه البلاد مسيرة يومين ويقدران بثمانين كيلو ولكن كل مفتابه ترجمة نانسي قنقر